في مشهد مؤثر يقف متظاهر ثورة تشرين في العراق مواجهين عنف القوات الحكومية والميليشيات بسلمية تحمل بعدا أخلاقيا لثوار يمتد إرثهم الحضاري لآلاف السنين نحو تسعين يوما من بدء التظاهرات السلمية قدم المتظاهرون فيها أكثر من ألف شهيد ونحو واحد وعشرين ألف جريح فضلا عن عداد كبيرة من المعتقلين وعلى الرغم من تلك التضحيات الجسيمة فإن التظاهرات لا تزال سلمية بامتهز مفوضية حقوق الإنسان في العراق وثقت العنف الحكومي على المتظاهرين وأكدت وجوب التحقيق بالمواد المستخدمة في القنابل الغازية المسيلة للدموع التي تستخدم لقمع المتظاهرين مؤكدة أنها تحوي مواد حارقة وأن التزايد المستمرة في عداد الضحايا دليل على عدم جدية الحكومة في إيقاف العنف المفرط عن المتظاهرين أما منظمة العفو الدولية فقد أكدت أن السلطات الحكومية في العراق تستخدم قنابل الغاز من النوع الخطير لقتل المتظاهرين وأن عدم المساءلة عن القتل والإصابات غير القانونية على أيدي قوات الأمن يرسل رسالة مفادها أنه يمكنهم القتل والتشويه دون خوف من عقاب ونشرت منظمات رقابية حقوقية مختصة تقريرا مفصلي يوثق جانبا من الانتهاكات التي سجلت في أثناء التصدي للتظاهرات من حالات قنص المتظاهرين واستخدام الرصاص واعتقال الجرحى من المستشفيات اللجان المنظمة للتظاهرات أكدت أن حكومة المنطقة الخضراء تراهن على عامل الوقت لإنهاء انتفاضة تشرينة المطالبة بإسقاط النظام وأنهم ملتزمون بالسلمية حتى تحقيق مطالبهم المشروع حكومة المنطقة الخضراء تحاول بشتى الطرق النيلة من سلمية التظاهرات وجريها إلى العنف واستخدام السلاح بالاستبزازات التي تستخدمها من قتل واعتقال وتشويه إلا أن تحلي المتظاهرين بنصيب وافر من الوعي جعل الحكومة وميليشيتها في حيرة لا تملك معها إلا استخدام القوة المفرطة في مواجهة السلمية لثورة تشرينة